اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس نبدأها بالعناوين الرئيس هادي يجدد التمسك بفرص احلال السلام والوفد الحكومي في المشاورات يطالب بتنفيذ اجراءات بناء الثقة قتلى وجرح في عملية عسكرية واسعة للجيش والمقاومة لتحرير ابيان من عناصر تنظيم القاعدة اليونيسكو تحضر لتجين حملة دولية للتوعية بالتراث اليمني بالتعاون مع عشرة متاحف عالمية السلام عليكم نستهل النشرة بفتح الملف الخاص باخر التطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الامم المتحدة جدد الرئيس عبدربو منصور هادي حرص الحكومة على السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية آخرها القرار اثنان وعشر ستة عشر واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وناقش الرئيس هادي في اجتماع عقده بحضور نائبه ومستشاريه مستجدات الأوضاع الميدانية والاقتصادية وما يتصل بمشاورات السلام المنعقدة في الكويت وأكد الاجتماع عن المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية هي الكفيرة بوضع حد للمشكلات الوطنية وتأسيس مستقبل آمن للبلد إلى ذلك عقدت جلسة المشاورات الثانية بين الحكومة والميليشيا في الكويت برعاية أممية وقالت مصادر سياسية إن الوفد الحكومي في المشاورات طالب بالبدء في تنفيذ إجراءات بناء الثقة المتضمنة في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة للمساعدات خاصة في مدينة تعز المحاصرة في سياق متصل قالت مصادر سياسية إن الوفد الحكومي طالب بأن يتم الانتقال بعد إجراءات بناء الثقة إلى تنفيذ باقي النقاط الخمس أبرزها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة ثم الانتقال إلى الجانب السياسي هذا ويتمسك وفد الميليشيا بمناقشة الإجراءات السياسية والاتفاق على الشراكة في المقام الأول ترجمة نانسي قنقر على سعيد المتصل سلم الوفد الحكومي في المشاورات الأمم المتحدة تقريرا عن الخروقات التي قامت بها الميليشيا في عدد من المدن والمحافظات وقال الوفد إن الميليشيا ارتكبت مائتين وثلاثة عشر خرقا بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في كل من محافظات تعز والجوف ومأرب والبيضاء وحجة وشبوة يحاول ولد الشيخ أن يبدو متفائلا لكن ما يخرج من أربقة مقر المباحثات اليمنية في الكويت يخضله في المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممي بعد جولة أولى من المباحثات بين وفدي الحكومة والميليشيا بدأ كما لو أنه يتحدث عن بلد آخر وعن أحداث أخرى غير ما يراه اليمنيون هناك تقريبا ما يقارب 70 إلى 80% من الاحترام لوقف طلاق النار تحدث ولد الشيخ عن التزام بطرفين بالهدنة بينما كان وفد الحكومة يسلم الأمم المتحدة تقريرا عن الخروقات التي قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع والتي بلغت أكثر من مئتي خرق خلال أيام يستمر الوفد الحكومي في التأكيد على ضرورة الانطلاق من الاتفاقات السابقة وتنفيذ ما اتفق عليه في جولة بيال إلا أن وفد الميليشيا نقل المواجهة إلى مرحلة أخرى تتمثل في التحافظ على أجندة أعمال لقاء الكويت ذاتها مصادر في الكويت أشارت لأنه ما من اتفاق حتى اللحظة على شيء من تفسير وقف إطلاق النار الذي تفسر الميليشيا على أنه وقف عمليات التحالف فقط إلى ترتيب نقاط الحل الخمس المطروحات على طاولة المباحثات والتي أوضحت المصادر أنه لم يتم الاتفاق بشأنها مع استمرار الميليشيا في رفض الانسحاب من المدن وتسليم السلاح المبعوث الأممي أشار لأن المشاورات تتركز الآن حول ثلاث نقاط هي تثبيت وقف إطلاق النار وإرساء قواعد التفاوض وتكوين اللجان التي ستباشر مشاورات تنفيذ النقاط الخمس وهم يشير لأن رؤية والد الشيخ حول تنفيذ المتزامن لهذه النقاط هي ما سيحدث وهي رؤية تقترب مما يطرحه وفد الميليشيا الحديث أكثر حول المباحثات سينضم إلينا الآن من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي هناك رشاد الشرعبي سيد رشاد يعني اليوم يعتبر اليوم الثاني للمفاوضات بين طرف الحكومة الشرعية والميليشيا الانقلابية إلى أين وصلت هذه المباحثات؟ نعم كان هناك اليوم قلسة ساخنة وما أدى إلى إنهاء القلسة بشكل سريع حينث قدمت وفد الحكومة قدم مقترحات تتعلق في موضوع بناء الثقة وأن ذلك لن يكون إلا بعد الإفراق عن المرتقلين وإيقاف إطلاقا فتح طرق آمنة للغاثة للمدن المحاصرة مثل الكعب وتركز الحديث كثيرا حول مدينة تعز التي تعاني من الحصار والقصف والاعتداد بشكل مستمر مبعوث الأمم المتحدة تتعلق بتشكيل فريقين فريق يتعلق بالقضايا الأمنية وفريق بالقضايا السياسية هناك إصرار على مناقشة موضوع القضايا السياسية والانتقال السياسي وهو ما يؤدي إلى نصف الشرعية تختيرها وفد الحكومة وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا من قبل وفد السلطة الشرعية ولذلك هناك تدخلات كانت اليوم من قبل مبعوث الأمم المتحدة والقلوس مع الوفدين ولكنه لم يصل إلى حل حتى الآن لكن محاولة القفز على موضوع تسليم السلاح والخروج من الإفراق عن المختطفين هذا سيكون محل أو سبب لتعثر المفاوضات ومنع التقدم بشكل كام بمعنى أنه حتى اللحظة لم يتفقوا على إجراءات بناء الثقة المختطفين يرفضون مناقشة هذه القضايا لا يريدون إيقاف إطلاق النار ولا الإفراق عن المختطفين ولا فك الحصار عن المدن أو فتح الممرات الآمنة ليصال المساعدات والإغاثات إلى المدن المحاصرة وخاصة مدينة التعز وهذا لا يمكن أن يمنح أي مؤشرات إيجابية أو يبني إيجابة بين الطرفين للدخول في القضايا الأخرى أيضا هم يحاولون الانحراف بمسار المفاوضات عن مسارها صاححة الذي أكدت عليه مفاوضات بيل أعلن مبعوث المتحدة أنه يصير وفقها وهي المتعلقة بالنقاط الخامس والتي تصير بالترتيب وفق قرار مجلس الأمن البدء بموضوع الانتحاب من المدن وتسليم السلاح وترتيب الأوضاع الأمنية نعم سيد رشاد هو اليوم الرئيس عبد الربو منصور هادي أكد أيضا على موضوع إجراءات بناء الثقة على أنها تكون هي الأساس في المشاورات القائمة حاليا في الكويت أيضا هذا هو المطلب الأساس للوفد الحكومي المشارك في هذه المفاوضات إذا ما أصرت الميليشيا على القفز على هذا الإجراء هل تتوقعون أن تعمل الحكومة أو وفد الحكومة الشرعية على تقديم تنازلات ومن ثم تحقيق مطالب الميليشيا في المفاوضات أنا لا أعتقد أن وفد الحكومة سيقدم تنازلات في حتاق الكثير بانتظاره أربع أشهر ثم انتظاره أربع أيام في الكويت هذا كله من التنازلات لكن أن يقدم تنازلات فيما يتعلق بأساسيات ستمسف شرعية الوفد والسلطة التي يمثلها عن الانتقال السياسي قبل الحديث عن وجود الدولة وتسليم المؤسسات والمدن للدولة والسلطة الشرعية التي يمثلها هذا الوفد من الصعب أن يقدم أي تنازلات لأنه شرعية أساسا يقدم تنازلات مادم تم نفس شرعيته أساسا نعم أشكرك الصحفي رشاد الشرعبي كنت معنا عبر الهاتف من الكويت شكرا جزيلا لك إلى ذلك رحبت اليابان ببدء محادثات السلام اليمنية برعاية أمامية معبرة عن تقديرها لجهود المبعوث الأمامي ولد شيخ في تحقيق محادثات السلام والاستقرار في اليمن ودعت الخارجية اليابانية جميع الأطراف المشاركة في المحادثات بحسن النية والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وأعربت توكيو عن أملها في أن تحقق هذه المحادثات نتائج ملبوسة في تقدم العملية السياسية بما من شأنه تحقيق الاستقرار في اليمن مشيرة إلى أنها ستواصل عملها في مواجهة الوضع الإنساني الحاد في اليمن في السياق ذاته رحبت الصين باستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها ترحب باستئناف محادثات السلام وتتوقع أن تجد الأطراف المعنية في الحوار حلا يعالج المشكلات الوطنية عن المشكلات الوطنية ويعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كارمان إن معظم اليمنيين ينظرون إلى المحادثات التي تحتضنها الكويت على أنها الفرصة الأخيرة لوقف الحرب وتحقيق سلام مستدام وأوضحت كارمان أن هناك مخاوف مشروعة بشأن ما ستسفر عنه هذه المحادثات حيث تسعى الميليشيا من خلالها إلى تحقيق مكاسب خاصة بمعزل عن إحلال السلام في البلاد وقالت كارمان إن تعهدات الحوتيين بتسليم السلاح والمدن بعد تشكيل الحكومة لن يكون تعهدات أو لن تكون تعهدات حقيقية ولذلك يعد القبول بمطلب تشكيل الحكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المناطق تسليما بمشروعية الانقلاب وشرعانة لاستمرار سيطرته واستحواذه على الدولة اليمنية والعنف والفوضى مرة أخرى لا تنمية مستدامة دون استقرار ميدانيا قتل اثنان من أفراد الجيش والمقاومة وأصيب عشرة آخرون اثناء صدهم هجمات للميليشيا في تعز وقالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت هجمات واسعة على مواقع الجيش والمقاومة في حي الزنوج شمال المدينة وفي محيط اللواء 35 مدرع غرب المدينة وتم التصدي لها كما تعرضت مواقع الجيش والمقاومة في عدد من الجبهات لقصف مكثف من قبل الميليشيا في تعز أيضا استشهدت امرأتان وأصيب ستة مدنيين خلال الساعات الماضية نتيجة القصف المتواصل الذي شنته الميليشيا على الأحياء السكنية وقرى آهلة بالسكان كما سقط عدد من الضحايا المدنيين في انفجار لغم أرضي كانت قد زرعه الحوثيون في منطقة الضباب غرب المدينة هذا وخرجت تظاهرات منددة بصمت الدولي تجاه استمرار الميليشيا في قصف الأحياء السكنية واستهداف المواطنين وفرض الحصار على المدينة لا حوار مع القصف والحصار تحت هذا العنوان خرج العشرات من مواطني تعز منددون باستمرار حرب الميليشيا بالتزامن مع انعقاد جلسات مشاورات السلام في الكويت تهدئة وقع عليها قبل هذه المشاورات إلا أنها لم تلمس كواقع أبدا فمنذ اللحظات الأولى استغلت الميليشيا الهدنة والتفات الأنظار إلى الكويت وقاموا بتحرك معدات عسكرية وتعزيزات من المقاتلين إلى الجبهات التي شهدت العديد من الخروقات خلال الساعة الماضية أمطرت الميليشيا مدينة تعز من كل اتجاهاتها بالقصف المتواصل الذي طال أحياء ثعابات والزهراء وقرى آهلة بالسكان في الضباب وجبل صبر مواقع الجيش والمقاومة أيضا شنت الميليشيا عليها قصفا مكثفا وهجمات في الزنوج وعصيفر شمال المدينة وفي الجبل الأسود ومحيط اللواء خمسة وثلاثين مدرع غربا ليعيش المواطنون حالة من الحيرة والترقب بين بشارات ينقلها المبعوث الأممي يصف فيها إيجابية وجدية الأطراف وما يعيشونه من أجواء تهدئة لم تلحظ نبقى أيضا في تعز حيث زكى أعضاء المؤتمر الشعبي العام في تعز القيادي في عضو المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية عارف جامر رئيسا لفرع الحزب في المحافظة جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده أو عقد في المدينة ضمن خطوة لإعادة ترتيب وتصحيح المؤتمر للعمل جنبا إلى جنب مع القوى السياسية لما فيه المصلحة العامة بحسب ما جاء في الدعوة التي وجهها في اللقاء وأكد أعضاء حزب المؤتمر في تعز على لملمة قيادة الحزب ومساردة السلطة المحلية والشرعية في مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ينضم معنا من تعز مرسلنا فواز الحمادي فواز ماذا عن آخر تطورات في المدينة؟ نعم قبل لحظات من الآن وردتنا عن باء عن وفاة إمرأة من حجم النساء التي أصيبت في انفجار لغم أرضي في منطقة ربيعي غرب تعز كانت قد ذرعته الميليشيات في وقت سابق نعم فواز من المواطنين نعم شكرا لك فواز مشاهدين نعتذر عن هذا الخلال الفني في الاتصالات إلى الجوف حيث قال قائد المنطقة العسكرية سالسا لواء مين الوائلي إن خروقات الميليشيا للهدنة يوميا تتجاوز المائة وخمسين خرقا وأضف الوائلي في تصريحات صحفية أن هناك حشدا للميليشيا لإعادة ترتيب صفوفهم حيث يقومون بتدريب مجاميع مسلحة في مركز تدريب غرب صنعاء وأوضح أن المعارك مستمرة في مديريات الغيل والمصروب والمتون والعقبة وخب والشعف مشيلا إلى عدم التزام الميليشيا بالتهديئة واستمرار هاجماتهم بمختلف الجبهات وكذا زراعة الألغام إلى ذلك واصلت الميليشيا خروقاتها في كل من نهم ومأرب حيث شنت قصفا مكثفا وهاجمات على مواقع الجيش والمقاومة في مناطق عدة مزيدا من التفاصيل في سياق هذا التقرير لا مكان للتهديئة في هذه المنطقة ولا يبدو أنه ثم تبديل لصوت المدفعية فلا تزال ميليشيا الحوثي والمخلوع تدفع بتعزيزتها العسكرية إلى كل جبهات القتال عموما وإلى منطقة نهم على وجه الخصوص حيث عززت من تواجدها بآليات وأسلحة متوسطة وثقيلة تم نقلها من صنعاء إلى نهم بغية التقدم نحو مواقع سيطرة الجيش الوطني وفي محافظة الجوف جددت الميليشيا قصفها على مواقع الجيش والمقاومة في جبهات العقبة والمصلوب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة يأتي هذا التصعيد قبل أن يجف حتى حبر توقيع طرف الميليشيا على اتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية ولا يختلف المشهد أيضا في محافظة مأرب حيث شن الحوثيون قصفا عنيفا وسلسلة هجمات على مواقع الجيش الوطني بهيلان غرب المحافظة إذ تبقى الحرب في هذه المناطق هي الثابت الأول في المعادلة ويبقى حديث الميليشيا عن وقف إطلاق النار مجرد تصريحات لا مكان لها في حيز التنفيذ في سياق آخر قتل اثنان من تنظيم القاعدة بغارة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة مأرب وقالت مصادر محلية إن طائرة أمريكية من دون طيار سادفت سيارة لتنظيم القاعدة في منطقة تلمنين جنوب مدينة مأرب وأسفرت عن مقتل اثنين من القيادات الميدانية للتنظيم أحدهما يدعى نصر الحطام والآخر ناصر مصعد الأعوش وأوضحت المصادر أن انفجار السيارة كان مدويا ويعتقد أنها كانت تحمل أسلحة إلى ذلك بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة أبيان من عناصر تنظيم القاعدة وقالت مصادر عسكرية إن قوات من الجيش الوطني والمقاومة سيطرت على منطقة ذوفس الواقعة بين مدينتي عدن وزجبار أثناء توجهها إلى عاصمة أبيان ومناطق أخرى في المحافظة في السياق ذاته قالت مصادر محلية نقتل وجرح من تنظيم القاعدة سقطوا في منطقة الكود بمحافظة أبيان إثر طلعات جوية مكثفة لطائرات التحالف العربي ومواجهات لا تزال مستمرة مع الجيش الوطني حرب جديدة تندلع مع الإرهاب في المحافظة الجنوبية معها يخسر تنظيم القاعدة المكاسب التي حققها في وقت سابق لكن هذه المرة على أيدي التحالف العربي من يحاول تحجيم القوة المتنامية لهذه العناصر التي قد يتعدى خطروها شواطئ بحر العرب ليصل إلى مضيق باب المندب ودول الخليج المجاورة ولأن الأمر كذلك فقد بدأت قوات التحالف منذ عدة أسابيع بقصف معسكرات يسيطر عليها التنظيم في حضرموت ويساند قوات الجيش الوطني في عملياته ضد عناصر التنظيم الخطرة في محافظات عدن ولحج وأبيان فالواضح أن الرد على انتشار القاعدة في المناطق الجنوبية لم يتأخر كثيراً بعد أن حاول التنظيم التوسع مستغلاً حالة النزاع الدائر في البلاد ليتلقى اليوم ضربات مجعة نتيجة ذلك فالعمليات التي نفذها الجيش الوطني في لحج لم تنتهي تماماً ما إن جاء الدور على محافظة أبيان بعمليات أكثر تركيزاً هذه البرة لكن بمشاركة طيران التحالف العربي وتوسع نطاق القوات على الأرض التي تقدمت إلى منطقة الكود وهي أحد معاقل التنظيم حيث دارت اشتباكات بغطاء جوي وقصف مركز من مقاتلات الأباتشي التي استهدفت مبنى السجن في المنطقة الغربية المحافظة حيث كانت تستخدمه القاعدة مقراً لها وسقط على إثره قتلى وجرح في صفوف التنظيم الذي ينقل جرحه إلى مستشفى الرازي في مدينة جعاري لتلقي العلاج كما منع الناس من الوصول إلى المستشفى حسب مصادر في المدينة المصادر ذاتها أيضاً تحدثت على أن عناصر القاعدة تشرت بشكل كبير واستحدثت نقاط تفتيش للداخلين إلى هذه المناطق أو الخارجين منها في الوقت الذي وصلت تعزيزات لأعضائها من المكلة كما ذهبت للانتشار في مناطق الجولة وعمودية وهي مناطق تربط بين عاصمة محافظة أبيان زنجبار ومدينة جعاري شمالي المحافظة في محافظة دمار اغتال مسلحون مجهولون قيادياً في حزب الإصلاح وقالت مصادر محلية إن مسلحين على متن دراجة النارية أطلقوا الرصاص على رئيس هيئة شورى الإصلاح في دمار حسن اليعري أمام منزله ما تسبب بمقتله على الفور وكانت الميليشيا قد اختطفت اليعري قبل نحو عام وتم الإفراج عنه بعد ذلك في النشرة بعد الفاصل مواطنون في القبيطة بلحج يواجهون مشكلة شحلة المياه الصالحة لشرب الرئيس يجدد التمسك بفرص إحلال السلام والوفد الحكومي في المشاورات يطالب بتنفيذ إجراءات بناء الثقة قتل وجرح في عملية عسكرية واسعة للجيش والمقاومة للتحرير أبيا من عناصر تنظيم القاعدة آل يونسكو تحضر لتدشين حملة دولية للتوعية بالتراث اليمني بالتعاون مع عشرة متاحف عالمية أهلا بكم قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافين الحكومة تحاول التخفيف من الصعوبات التي تفرضها بعض الدول على اليمنيين الراغبين بالسفر إلى الخارج وأضاف المخلاف في تصريحات صحفية أنه لا يمكن إقناع الدول بإنهاء هذه الإجراءات إلا بعد استعادة الدولة اليمنية وأجهزتها من سيطرة الميليشيا مضيفا أن معظم الدول التي شددت هذه الإجراءات أكدت للحكومة أنها إجراءات أمنية مؤقتة وليست سياسية قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إنه بالتعاون مع عشرة متاحف رائدة في مختلف أنحاء العالم ستبدأ غدا في الدوحة حملة دولية للتوعية في التراث اليمني تحت شعار متاحف متحدة لأجل اليمن وأضافت المنظمة على موقعها أن الهدف من الحملة هو زيادة الوعي الدولي بالثراء الكبير للثقافة والتاريخ اليمني مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تنظيم المعارض المؤقتة التي تصلت الضوء على المجموعات اليمنية في المتاحف الخاصة بكل منها وتتوح هذه المعارض للجبور فرصة لاستئناف وفهم التراث الثقافي اليمني غير المعروف عالمياً وتضم قائمة المتاحف المشاركة المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف بيتر العظيم قال مدير عام سد مأرب محسن بن جلال إن السيول المتدفقة على السد لن تؤثر سلباً وليس هناك أي مخاوف من حدوث إشكاليات وأضاف بن جلال لقناة بلقيس إن معدل السيول المتدفقة إلى سد مأرب بلغ حوالي 200 مليون متر مكعب ما يعادل نصف ما يستوعبه السد حيث تبلغ سيعته الإجمالية 400 مليون متر مكعب بالنسبة للسد مأرب يعني السد لا يخيف من أي اختاف منه إن شاء الله لن يحصل أي قلق ولن يحصل أي خوف السد مكوّأ مبني على أشياء استراتيجية وتقنية فنية يعني فيه أجهزة مراقبها لكن للأسف لها فترة لم تعملها صيانة ولم تقم هناك قراءة ولن يكون لها صحيح بالنسبة للدفقة السيول لا خوف من دفقة السيول التي دخلت إلى بحيرة السد لأن لم تصل يعني تقريباً بتصل إلى 200 مليون ما يعادل نصف الكمية الذي يستوعبها السد السد يستوعب 400 مليون متر مكعب يعني البوابة مفتوحة طبيعية ما فيه هناك أي خوف تم افتتاح البوابة أول من أمس يوم الأربعة والمياه جارية الآن يعني في البوابة لا قلق لا خوف الأمور الطبيعية ما فيه هناك ما يقلق بالعودة إلى أبيانوى للحديث حول تفاصيل العملية العسكرية التي انطلقت اليوم ضد عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة ينضم إلينا من هناك الصحفي فضل الشفيبي فضل مساء الخير سيد فضل انطلقت اليوم العملية العسكرية لتحرير محافظة أبيان من عناصر تنظيم القاعدة ما الجديد في هذه الحملة الجديد أن الحملة بدأت صباح اليوم بطوة كبيرة من قوات الجيش والأمن يقودها محافظة أبيان ونائب الزر الداخلية اللي هو عليناس للرشاعة وطاعة منطقة السكية الرابعة اللي هو أحمد سيفي الحملة طبعا استمرأت إلى منطقة الدوفرس وهو أدفر في أبيان منيئا بالاستبار راملية وتمت الاستبار في هذه المنطقة وتمتستطرة عليها من قوات الجيش الأمن ومن ثم تم التقدم إلى منطقة سجل على مدينة القاعدة وهي الوابع الأولى لمحافظة أبيان وتمت الاستبارات بين القاعدة والقاعدة والقاعدة وحسب صريحنا في المحافظة الدكتور طوالسعيدي في أنه قد تم أوقتنا من الغالة ما قارب 25 أمسلا وأصيبت ستة من جرحة من ضمنهم قاديان في المقاومة الشعبية نعم هل من المتوقع أن يتم تحرير المدينة خلال الساعات القادمة؟ هذا هو أنه في سياق العام العمل الجاية الآن من العام الأسكرية نقص في الساعة الغالية بإذن الله في التحرير نعم هناك أنباء أيضا عن أن أسر تنظيم القاعدة يطالبون بالتفاوض مع القوات الحكومية بالانسحاب ما صحة هذه المعلومات؟ إلى اللحظة لم نتبقى من هذا الحديث لكن كل شيء جاري لكن إلى هذا اللحظة لم نسمع بالدليل العملية للإجتباكة التي قالت المنزل التقري وعملية واسعة وكبيرة فيها الطيران القاعدة قاموا بعد من عمليات التفجير تفجيرا للسياسة القشرة في غوات البيان شواله والمقاومة نعم إذن الصحفي فيصل أو فضل أشبيبي كنت معنا من أبيان شكرا جزيلا لك إلى محافظة لحج يعاني السكان من أوضاع صعبة نتيجة شح المياه الصالحة للشرب ويقطع المواطنون مسافات طويلة للحصول على كميات بسيطة من المياه وسط دعوات بضرورة تقديم يد العون لهم من قبل الجهات المعنية مرت سنة كاملة منذ بدأت حكاية رحلة البحث عن المياه في مديرية القبيطة بمحافظة لحج وهو ما يضاعف معاناة المواطنين إذ صار تفكيرهم ينصب في البحث عن الماء خصوصا في ظل ندرة سقوط الأمطار التي يعتمدون عليها بشكل أساسي شحة المياه جعلت الكثير من أبناء القبيطة يلجأون إلى بيع بعض ممتلكاتهم من المواشي لعدم استطاعتهم توفير الرعاية الكاملة لها خصوصا في جانب توفير المياه وهو أيضا ما تسبب في نزوح عائلات من قراءة إلى المدن كعدن ولحج نتمنى أكذب المنظمات والمؤسسات مزيدا من الدعم رغم أنه يعطونا الدبابة 25 ريال وفي بعض المواطنين ما يقبلوا يدفعهم 25 ريال بعض المنظمات البحلية تحاول التخفيف من معاناة المواطنين كهذا المركز الذي يساهم في مد المنطقة بالماء إلى القرى الأكثر احتياجا غير أن حاجة المواطنين تتضاع نحن داخلين في كارثة حقيقية ليس لها بداية ولا نهاية نرجو من الجهات الداعمة والخيرة في تقديم يد العون لمشروع السوقية الخيرية للدعم والاستمرارية هذا الوضع المزري لمديرية القبيطة ينذر بكارثة إنسانية حيث تزداد معاناة الناس هنا مرتين بضل الحرب الدائرة في بعض المناطق القريبة وأخرى من ندير شحة المياه التي تتفاقم يوما بعد يوم ختماً هذا تذكير بالعناوين الرئيس هادي يجدد التمسك بفرص إحلال السلام والوفد الحكومي في المشاورات يطالب بتمثيذ إجراءة بناء الثقة قتل وجرحف عملية عسكرية واسعة للجيش والمقاومة لتحرير أبيان من عناصر تنظيم القاعدة اليونيسكو تحضر لتدشين حملة دولية للتوعية بالتراث اليمني بالتعاون مع عشرة متاحف عالمية للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة